هذه صورة الجنرال الصفاح مورسي البيجار صاحب أقدر وأبشع طريق التعذيب وإعدام تم تطبيقها على الجزائريين أثناء ثورة التحرير الجزائرية تتمثل هذه الطريقة في وضع أرجل الأسرى داخل قوالب إسمنتية وتركهم على هذا الحال حتى يجف الإسمنت بعدها يحملون في طائرات عسكرية فيتم رميهم في عرض البحر وهم مكبلي الأيدي فيموتون غرقا في سنة 1957 وخاصة في معركة الجزائر تم اختطاف أكثر من ثمنالاف رجل من منازلهم تعرضوا لأبشع طرق التعذيب أبرزها هذه الطريقة التي سميت باسم هذا الجنرال الصفاح وأطلق عليها مصطلح لكروفات بيجار أو جومبري بيجار حتى أن قاموس اللغة الفرنسية على الأنترنت يقوم بشرح هذا المصطلح وأنه خاص بضحايا جزائريين هذه إذن قطرة واحدة من بحر التعذيب والألم الذي عاشه الجزائريون أثناء الاحتلال الفرنسي المجد والخلود لشهدائنا الأبرز